الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم ونكمل مع بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إن بارح كنا في الطائف والنهاردة من نتائج الطائف النهاردة إحنا سنة عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بتالي بقينا حفظين الأحداث بقى وعارفين إحنا فين وإيه الموضوع إحنا النهاردة سنة عشرة طلع النبي صلى الله عليه وسلم برحلته إلى الطائف فأوذي صلى الله عليه وسلم إذاءا شديدا وعدوا صعوبة إلى مكة ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعديها بعدة أيام أو بعدة يعني أسابيع قليلة جدا حدثت الحدثة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة طول الحلقة رحلة الإسراء والمعراج أجمل رحلة يعني حدثت لإنسان في تاريخ البشرية صح؟ مش ينفع نقول الحكاية دي ما فيش رحلة في تاريخ البشرية أجمل من الرحلة دي ولا أعظم ولا أكثر تكريما لم يكرم إنسان ولم تحدث شيء في تاريخ البشرية رحلة أعظم ومعجزة عظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن خلي بالك المعجزة إمتى؟ المعجزة بعدما النبي صلى الله عليه وسلم صبر صبر شديد وأودي إذاء شديد وتحمى خلي بالكوا ما فيش معجزات خصلت في حياة النبي فاكرين يوم الصحيفة والحصار إمتى الأردى والدود أكل الصحيفة الظالمة اللي قريش كتبتها جوا الكعبة بعدما المسلمين صبروا إمتى قد إيه؟ ثلاث سنين النهاردة يا رسول الله بقلك عشر سنين صبر مصر على الدعوة ما فيش معجزات خارقة غير أن أنت مصر مصر وعمال بتبذل وبتبذل وبتبذل اليوم تأتي المعجزة واليوم يأتي التكريم النهاردة إحنا سنة عشرة قيل إن هي سبعة وعشرين رجب سنة عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل مش سبعة وعشرين رجب لكن ده قول الغالب والراجح النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت بتاع الرحلة التوقيت بتاع الرحلة بعد الطائف زي ما قلت لكم وبعد وفاة السيدة خديجة وبعد وفاة أبو طالب وكأن الله تبار تعالى يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وكأن النبي فاكرين لما دعا لما قلنا مبارح ودعا النبي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي فجاءت رحلة الإسراء والمعراج لا مش غضبانين عليك وإذا كان أهل الأرض أذوك تعالى لتعلم مقامك في السماء عظيم قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف إن فيه رحلة هو النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم في بيته وقيل كان نايم في بيت أم هانة بنت أبي طالب أخت سيدنا علي ابن أبي طالب كان كان يزورهم هي وعليتها وقيل إن هو كان متوسط بردة عند الكعبة نايم في ظل الكعبة في الليلة دي الأقوال التلاتة قيلوا الإسراء والمعراج كلنا عارفين ومتفقين إن هو بالروح والجسد وسيدنا من الناس اللي قلت لك لا ده هو كان بالروح جسد لأنهما مش بالروح فقط لأنهما مش متخيلين إن المعجزة تنفع وهو يا جماعة بالعقل كده ببساطة شديدة لو هو بالروح بس كانت قريش والدنيا تتقلب ليه وأبو بكر الصديق يسمى الصديق وناس ترتد والدنيا تتقلب لو هي طب ما هو الوحي بيجيله بيروح يعني لو هي بالروح فقط ليه الدنيا تتقلب فهمين أنا عايز أقول إيه يعني أبسط دليل عقلي إن هو كانت واضحة عند قريش وعند الدنيا كلها إنها بالروح والجسد إن أبو بكر تسمى الصديق في الحادثة دي وإن في ناس مسلمين ارتدوا لأن في ناس ارتدت في الحادثة دي وإن قريش عملت خناء عظيمة والحق بيقول إيه ما لو هو الروح بس ما جبريل بيجي على طب فهي بالروح والجسد مسألة بديهية عقلية ويقينية شرعية طيب النبي صلى الله عليه وسلم نايم وإذا بجبريل قم يا محمد في ليلة من الليالي فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له جبريل طف بالبيت سبعاً فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم عشان تبقى الرحلة مش بدي من بيت النبي لو هو كان بيت في بيته البداي مش من بيت النبي البداي من المسجد الحرام فطف بالبيت سبعاً هو هيحصل إيه يخبره سيدنا جبريل أنه هو حيروح إلى المسجد الأقصى ثم يصعد إلى السماء وتتخيل كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبلغ بالرحلة يعني برنامج الرحلة أنت عارف قبل ما تطلع الرحلة يقول لك برنامج الرحلة كذا فتخيل لحظات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتقال له أنت حطا عرج للقاء الله أنت متخيلين الإحساس يبقى عامل إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم كلنا حنلقى الله يا جماعة وكلنا يوم لأي ما حيقى حنقف بين يدي الله وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد في البشرية الذي نالها في الدنيا فكلنا ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فاستعدوا لليوم ده يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان اللقاء بالنسبة له كله شوق ليه؟ لأنه مستعد يا طرى أنت حتكون مشتاق ولا حتكون خايف ولا حتكون مش عايز ولا حتقول يا ريتنيا كنت راب ولا حتكون زي ما في ناس حتيجي يوم القيامة حيسقط لحم وجهها خجلا زي ما سيدنا علي بن أبي طالب يقول وهم تعرض قبائحهم على الله عز وجل ولا حتكون زي ناس بيقولوا خدونا إلى النار ولا إناش نقف بين إيدين ربنا يعتبنا على اللي عملنا في حقه لأنه الله فأنت حتكون أنهو تخيل فرحة النبي هو يعني إن شاء الله يا جماعة بإذن الله يكون الناس اللي بتسمعنا الوقت ومعانا دلوقتي يوم القيامة فرحانة باللقاء وهو ماسك كتابه بيمينه وربنا بيقول له اقرأ كتابك ما أنا بحكي لك الإسراء والمعراج ومش عايزة حسسك إن الموضوع ده بعيد عنك مستحيل لا إنت حتمر بنفس القصة بس في وقتها عجلت للنبي صلى الله عليه وسلم لشرفه ومكانته وللصبر والمجاهدة اللي قم بيها لكن إنت جيالك إنت كمان فتخيل وإنت واقف بقى ماسك كتابك وبتقول يوم كذا شفت الحلقة اللي كان بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حبيته وقضيت السعديا معاك يا رسول الله وكان ممكن أخرج أعمل كذا ودست على نفسي وسهرت وعملت كذا هي مكتوبة هي الساعة بتأتي دلوقتي تخيلها يا رماعة الساعة دي حنقراها اللي إحنا واقفين فيها دلوقتي حنقراها زي ما إحنا ويوم كذا عملت كذا ويوم كذا تصدقت بكذا ويوم كذا وتلاقي الدمعة تنزل قدامك الدمعة دي يوم بكيت من خشية ربنا آه الإسراء والمعراج وما سنمر به كلنا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بقولك الآية بقى نسمع الآية وتبقى واضحة قدامنا كده والآية في الإسراء سبحان الذي أسر بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وشوفوا كلمة ليلا ما كان يبقى الإسراء الصباح يا جماعة الليل له معنايين مختلفين عند أصحاب الصهارات الحمراء وعند أصحاب الليالي يعني الماجنة هو رمز للفساد وعند المؤمنين هو رمز للقرب من الله تبقى وتعالى وهو هو نفس الليل فربنا يختار ذلك الوقت الليل لسمو النفس كده ونقاء النفس وأنا بقولك يا جماعة في ليالي رمضان دي أن أعبدوا ربنا قوي ده وقت صفاء النفس خلوا الأرواح كده تعرج إلى الله تبارك وتعالى في قيام الليل في الليالي اللي احنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم يختار الوقت الليل سبحانا الذي أسرب يا عبده ليلا وشوفوا اختيار عبده شوفوا هنا اختيار كلمة عبده لأن التكريم هيكون كبير قوي قوي فلا تنسى أنه عبد ولأن المكانة حتكون عالية جدا 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 فلا تنسى أنه عبد ولذلك يا جماعة لحظوا كل ما ييجي موقف عزة لبشر من البشر يا إما ربنا يذكره بالعبودية يا إما ينعم عليه أنه هو يتذكر أنه عبد أديك أمثلة شوف النبي وهو داخل يفتح مكة يا أنا ربي ده احنا كل ده السيرة اللي احنا بنحكيه في رمضان الصراع اللي امتد 23 سنة تخيل يوم بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتصر انتصار حاسم نهائي وداخل مكة هتدخل إزاي رسول الله يدخل متقطئ على ناقته موطي تواضعا لله عز وجل عبد شوفوا يوسف يوم ما سجد له إخوته وكله وأبوه أمه وتفسير الرؤية وانتصار حاسم يوم آي الرب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي شوفوا الضعف أنت ولي في الدنيا والآخير عايز إيه سيدنا يوسف توفني مسلما دي طلبتك وألحقني بالصالحين شوفوا التواضع كأن الصالحين سبقوا وهو سيدنا يوسف بيقول له إيه الحقني بيه شوفوا سيدنا سليمان لما علم منطقة طير وسمع النملة وهي بتتكلم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي شوفوا شوفوا تاريخ الأنبياء كله بيقول أن في أعلى درجات العز منتهى التواضع لله عز وجل يعني معنى معنى جميل جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول من تواضع لي هكذا وظل رسول الله يخفض يده إلى الأرض رفعته هكذا وظل النبي يرفع يده إلى السماء يا جماعة كل من ربنا نستفيد إن الحكاية دي ده عبده في رحلة الإسراء والمعرب تبدأ بكلمة عبده لو كل ما الدنيا تتفتح عليك توضع لربنا يرفعك أكتر ويديك أكتر وخلي بالك لو إداك سواء دين أو علم أو فلوس أو جاه أو حب ناس فرأيت نفسك فاعلم أنك ستقع قريبا واسألوا المشاهير حصلهم إيه كتير منهم لما نسيوا الحتة دي كل ما تنزل نفسك يرفعك من تواضع لي هكذا رفعته هكذا فبعبده دي مهمة أوي 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 مهمة وتبقى قدام عينينا كلنا كل ما ييجي رزق تواضع واشكر واسجد وانزل ودي الناس وتواضع للناس طيب وضحت النقطة دي النبي صلى الله عليه وسلم أتها جبريل يلا هنطوف بالبيت سبعا طوفنا بالبيت سبعا خلي بالكو في حاجة مهمة طول ما احنا بنحكي قصة الإسراء والمعراج هي قصة الرموز يعني رموز يعني شغل مخك حاجات صغيرة أوي وراها معاني جبيرة أوي رمز فاهمين عايزة أقول إيه وحنشغل مخنا مع بعض بقى يعني إيه القصة كلها حاجات صغيرة تقول يا نهار ويد هي دي المعنى بتاعها الكبير ده حنشوف إيه اللي حصلت في النبي صلى الله عليه وسلم ففوجئ إن فيه البراق إيه البراق دون ده وسيلة المواصلات اللي حننتقل فيها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حنتنقل بالبراق طيب هو البراق ده شكله إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وهي داب ببيضاء فوق الحمار أكبر من الحمار ودون البغل شوفوا دقة النبي في الوصف فوق الحمار أطول من الحمار شوية وأقصر من البغل شوية وهو داب ببيضاء دون الحمار فوق الحمار ودون البغل وبعدين يا رسول الله إيه بقيت صفاتها يضع حافره عند منتهى طرفه حاولت أتخيل يعني إيه يعني أنا عيني جابت الباب ده يكون الحافر هناك عينه جابت عشرة كيلو يكون الحافر هناك طيب أنت عينك بتجيب كم كيلو وعين البشر خمسة وعشرين ثلاثين كيلو لو الدنيا مفتوحة قدامك تخيل بقى البوراق عامل إزاي يعني إيه يجيب ثلاثين كيلو وصل هنا يقوم حافره جاب ثلاثين كيلو يوصل هناك ده سرعة الضوء ده النبي بيتكلم عن سرعة الضوء قوانين الفيزياء الأخيرة أنت متخيل البوراق وبعدين يا طرى عند منتهى طرفي هو أو طرفنا إحنا طب إحنا طرفنا بيجيب كم كيلو ثلاثين كيلو طب إنت إيش عرفك أن البوراق طرفه كم ما يمكن ستين كيلو ما يمكن مئة كيلو يعني ممكن النبي يوصل يوصل المسجد الأقصى فقد إيه خمس دقايق مثلا خلي بالكم الكلام ده لما بيسمعوا الصحابة الصحابة دولة عظامة أوي يا جماعة أنهما صدقوا القصة دي نحن لوقتي عندنا طيارة وصروخ وحسنها صعبة طب الصحابة كانوا حسنها إزاي طب أي يقين دوا من الصحابة طب أي وجه صادق وجهك يا رسول الله علشان تقولها الصحابة يصدقك صح أو لا يبقى إيه ثقة الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم ما هيخد منها دي شايف الثقة الشديدة يقول يصدقوه وإحنا دلوقتي صعبة مع أنه في طيارة وفي سروخ طيب بس فيها معنى تاني كمان إيه هو إن ربنا بيتحدانا يعني إيه بيتحدانا بيقول لنا مهما بلغتوا من العلم علمي أعظم وقدرتي أعظم علمكو ده كله بتاع البشرية بعلماء الفيزياء والكمية بعلماء البحار بعلماء كذا 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 بالأطباء بالمهندسين ما يجيش نقطة في علم الله طب ما يجيش نقطة وديني هو حوريكو دابة مش موجود زيها في الكون حاجة تانية مخلوق مخصوص جاي عشان محمد صلى الله عليه وسلم يوصلوا ويرجع بس طب ليه خلي بالكو يا جماعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رمز العلم مش كده مش اقرأ أول آية في القرآن فلابد أن تحصل في حياته أشياء تؤكد أن مهما العلم سبق قدرة الله أسبق عشان كده جي البراق مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم أنتوا داخلين على طيارات وسواريخ تعالوا نوريكو أن قدرتنا باقية إلى يوم القيام إن مش يا أرض ربنا كان قادر زمان فلما تطور العلم ننسى الله ده هو ملك الملك ومحمد صلى الله عليه وسلم هو بداية العلم وبداية التكنولوجيا حنوريكو آيات عظيمة فوق العلم بتاعكو فإوعوا تنسوا ربنا وتكحضوا ربنا وريهم البراق وعملوا أنتو الطيارة والسلوخ فاهمين المعنى ده كأنه بيقول يا أرض أنت هتتعلمي قوي وحتكبري قوي إوعي تتكبري على الله تبارك وريهم البراق يا رسول الله ييجي البراق يقول النبي صلى الله عليه وسلم فركبته اسمع الحتة الجاية دي رمز خطير قوي وركب معي جبريل لا يفوتني ولا أفوتني إيه عايز تقول إيه الصحبة حتى النبي محتاج صحبة حتى النبي محتاج صحبة أنتو صحبكم مين يا رمز النبي صلى الله عليه وسلم صحبه جبريل ودبته البراق أنت هل براقي كده البراق من البرق خلي بالك البراق اسمي جاي من إيه من البرق صرعة غير عادية فيا ترى أنت براقي في حركتك أنك عايز تتعلم وتنجح كن براقيا ويا ترى صحبتك مين ما أنت مش هتبقى براقيا إلا لو كان صحابك بيزقوك لقدام اوه يا رماعة صحاب السوق ومش بقول الكلام ده للشباب الصغير بس بقى بصراحة والكبار أكتر من الصغيرين ويبقى راجل متجوز ومخلف وماشي مستقر ويتلم على صحبة وحشة ويبدأ يقع ويقع 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 البراق عايز صاحب زي جبريل البراق ما ينفعش عليه ناس كسالة البراق ما ينفعش عليه ناس عصاة مش بقول لكم هي رحلة الرموز وبعدين حاجة تانية كمان أنتوا نسين يا جماعة عشان تعرف قيمة البراق في الرحلة دي بالذات إيه هو النبي قبل الحكاية دي بإسبوعين ثلاثة مش كان مش عارف يدخل مكة ومش كان ولا واحد بيسلم ومش عارف يتحرك في الأرض والدنيا مزنقة قوي 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 طب حنوريك إزاي تخترق الكون كله إحنا قادرين بالبراق نخليك تخترق الكون كله يعني عايز ده أنت ما قدتش عارف تخرج من مكة سنجعلك تخترق الكون صلى الله على محمد صلى الله عليه شفتوا البراق وشفتوا كلمة لا يفوتني ولا أفوته قل لي مين صحابك أقول لك هتعرف تتوب ولا لا قل لي مين صحابك أقول لك أنت بعد رمضان هتبقى براقي فعمل نهضة ولا حتكون كسلان مين صحابك قل لي مين صحابك أقول لك بعد رمضان هتثبت على رمضان وعلى إرضاء ربنا ولا لا مين صحابك فاكر الأسامي فلان وفلان وفلان ما في شيء مش عارفهم يعني بس يعني لو يعني لأ فلان وفلان وفلان آه يا سلام هم دول بدول أنت حتكون براقي في حركتك طيب طلع النبي صلى الله عليه وسلم هنوصل لفين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى بص الرمز الصغير اللطيف دوا هتعمل يا رسول الله ينزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وينزل جبريل ويقفوا عن ضحاقة قدام المسجد الأقصى أول ما ينزل النبي يقوم واخد خطام البراق وربطه في حلقة أمام المسجد ويتبت الرابطة ليه يا رسول الله ده البراق ده نزل مخصوص عشانك هيجري البراق مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حيخرج حيلاقي البراخ مشي ده عبد من عباد الله جاي مخصوص عشان الرحلة دي وده لو جمل ولا ناقة كنا نقول لكن ده البراخ اه لا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك مبدأ المبدأ أن التوكل على الله لا يعني أن أنت ما تاخدش بالأسباب أربط البراخ ده مضمون أربط البراخ الدنيا كده اتعلم في الدنيا أنك تتوكل على الله وتتحرك في الدنيا صح فدي خطوة صح دي قالب به فاهمين الدرس الحلو قوي 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 مش معنى أن أنا متوكل على الله وعبد رباني أن أنا ملاخبة الدنيا وتقول ما ربنا حيحلها لا ما فيش حاجة اسمها كده أربط البراخ ده مضمون أربط البراخ والنبي بفطرته عملها رغم أنه عارف أن البراخ ده حاجة يعني ما حصلتش قبل كده يلا يا رسول الله ندخل المسجد الأقصى هندخل المسجد الأقصى هنلاقي حاجة عظيمة جدا 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 إيه هي الحاجة العظيمة دي حاجة ما حصلتش اجتماع ما حصلش هو النبي داخل إمتى داخل بالليل اتنين بالليل تلاتة بالليل الوقت متأخر داخل رسول الله عسى سلم المسجد الأقصى حيلاقي حاجة محدش يتخيلها المسجد الأقصى المفروض في الوقت دوا مهجور والرومان هم اللي بيملكوا المنطقة فلسطين بالكامل والمسجد الأقصى زي ما بقولك ما فيهوش حد والدنيا ليل فعز الليل يعني حيكون في مين فيدخل النبي المسجد فيفاجأ المسجد مليان على أخره مفيش مكان لموضع قدم المسجد الأقصى اللي احنا بنشوفه مليان على أخره مين اللي موجودين في المسجد الأقصى اللي موجودين في المسجد الأقصى اللي مليان على أخره هم مين أنبياء الله من لدن آدم حتى عيسى نزلين يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم يا معقول صدق كل الأنبياء من لدن آدم أهو سيدنا يونس هناك هو موجودة وقادي سيدنا نوح وقادي أبونا آدم موجودة هو نازل مخصوص وشايف سيدنا عيسى وشايف سيدنا موسى وشايف سيدنا سليمان وهناك هو سيدنا أيوب شايف شايف الأنبياء موجودين قاعدين في المسجد تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إيه من دول يا جبريل أنبياء الله من لدن آدم حتى عيسى جاءوا يستقبلوك يا رسول الله إيه ده هل لحد سمع عن اجتماع في التاريخ زي ده ده أعظم اجتماع في التاريخ ده اجتماع الأنبياء ما حصلش ما فيش أهد حد يحكيني عن اجتماع في التاريخ زي ده بس الاجتماع ده له معنى خطير قوي وحدة البشرية مش كده وحدة البشرية رغم سلسلة التاريخ المتبعدة مهما بعدة الأزمان بشرية واحدة ملك إله واحد معنى حلوة قوي يا جمال وحدة العالم وحدة الناس شوفوا العالم دلوقتي متقطع حتة إزاي شوفوا كمية الحروب اللي في العالم إزاي شوفوا كمية الكراهية والضغينة والدماء اللي في العالم إزاي من أمريكا الجنوبية لأسيا لأفريقيا كل العالم فيه دماء وكل العالم متقطع وحواجز وضغاء شوف لما ربنا يقول لنا العالم ده عالم واحد البشرية دي بشرية واحد من لدن آدم إلى يوم القيامة احنا أكتر دين يا جماعة بيقول احنا أمة واحدة أصلا احنا عالم واحد احنا أكتر ناس بندعو مش لصراع الحضارات ولا لتصادم الحضارات لتعايش الحضارات والدليل هنا قادي كل أنبياء الله احنا يا جماعة فكرة التعايش مع الناس فكرة التفاهم مع الناس فكرة أصيلة عندنا ما احناش الأصل فينا الصراع والصدام مش الأصل في الإسلام أبدا ولا الأصل بدنا واللقطة دي بتقول كده يجتمع الأنبياء من لدن آدم لغاية سيدنا عيسى وأدي النبي صلى الله عليه أسأل سؤال طيب هو مش النبي طلع المعراج طالع المعراج طيب مش هيقابل الأنبياء فوق قابلهم فعلا طيب مش هما الأنبياء الموجودين دول النبي قابل ناس كتير منهم فوق أيوة طيب هما نزلين ليه نزلين عشان معنا خطير قبل رمز تاني عارف معنا نزولهم ايه تسليم راية قيادة البشرية انت مسؤول عن الأرض يا محمد صلى الله عليه تخيل المعنى كبير قد حسين بكده يا جمال يا أحفاد النبي يا أهل المدينة اللي موجودين بنا يا شباب الحلقة النهاردة فيها من السودان والمغرب ومصر وسوريا وفلسطين حسين انتم انتم ليه كدور في المسؤولية عن الأرض واللي احنا عال على الأرض الأرض المسلمين فيها 20% من تعداد الأرض حاليا 80% لقوا ان العشرين في المية عالى في كل شيء في العلم والتكنولوجيا والحساب والرياضة والثقافة والفلسفة والنظريات الحديثة العشرين في المية عالى على الثمانين في المية هل معقول كده في اليوم اللي بيتقال للنبي انت مسؤول عن الأرض يرضيكوا كده أنا مش بتكلم ان العشرين في المية يريدون أن يدمروا الأرض ده بالعكس العشرين في المية عايزين يخلوا الأرض كلها خير بس العشرين في المية ما بيضفوش حاجة ما بيضفوش حاجة خالص بقالهم متين سنة ولا حاجة نادرة نادرة لما تلاقي واحد من العشرين في المية أضاف شيء العشرين في المية عالى اديهم تحت مع ان نبيهم قال اليد العليا خير من اليد السفلة وهم ارتضوا ان اديهم سفلة والانبياء نزلين يقولوله انت وامتك خذ الرأي شفتوا مش بقولك دي دي رحلة الرموز شفتوا ليه نزل الانبياء مع انه كان طلع لهم لا هنا في الارض لازم يبقى لازم تبقى انت مسؤول على الارض تستلمها في الارض وباشر اسفل الغES يبقى الارض لكسفات تبقى واضحه جده instagram وكم الفيد يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوم بتخيل منека أولئة الرموز أنت اتبقى لازم لذة الارض أنت داخل بقى صلى الله عليه وسلم داخل ومعه سيدنا جبريل وسيدنا إبراهيم جد النبي جده وسيدنا إسماعيل الجد المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم هو موجود الذبيح إسماعيل وته سيدنا إبراهيم اللي أنا أقرأت في القرآن أنه هو نجم من النهار ده جدي وأنت متخيل الله ويقف الأنبياء جميعاً ويصطف الأنبياء جميعاً يمنين سيصلي الأنبياء ركعتين مين اللي سيصلي كل واقف بسيهين سيدنا جبريل يقول مين اللي سيصلي فإذا بسيدنا جبريل تقدم يا محمد صلى الله على محمد شفت الرايا هو معناي أنه صلى بالأنبياء معناها إيه أنت المسئول على فكرة يا جماعة الراكعتين دول تشريف ولا تكليف الناس بتقول تشريف ولا تكليف ولا الاتنين الاتنين تشريف وتكليف انت مسؤول عن الارض مهمة ثقيلة تخيل لما سيدنا نوح يقول له انا بسلمك الرايا تخيل لما جده ابراهيم يقول له بسلمك الرايا بس خلي بالكو هي تشريف وتكليف للنبي بس ولا لنا احنا كمان واصلا يا جماعة يا ستات يا رجال عرفتوا ليه بنقول عايزين نعمل نهضة علشان ما عندناش بديلا لكده علشان لازم نحط حاجة في العالم علشان علشان هو صلى امان علشان لازم نضيف لازم نحط خير علشان كده بنقول الكلام ده ارجوكم افهموا المعنى ده الاسراء والمعراج مش حدوتة حلوة مش معجزة نفرح بيها وبس المعجزة وراها معاني بتورمة المعجزة علشان نقول ارجوكم صلحوا زي ما هو صلح انت مسؤول عن الارض انت مسك الراية الراية مش في ايده هو الوحده الراية في ايدك انت كمان واصل المعنى ده وانا يا جماعة هو ده اهم معنى النهاردة بس في حاجة كمان ايه هي هو صلى بهم امام فين في المسجد الاقصى طب هم اتجمعوا كلهم فين في المسجد الاقصى طب لو انت بتختار يبقوا كلهم بيصلوا جماعة فين ويطوفوا بين المسجد الحرام لا في المسجد الاقصى هنا ليه هو اصلا ليه الاسراء هو هو هدف الرحلة ايه اصلا يا جماعة الاسراء ولا المعرج يعني التكريم العظيم في الاسراء ولا في المعرج المعرج طبعا طبعا المعرج هو التكريم العظيم هيقبل ربنا يعني بتتكلم في ايه طب هو طب ايه اللي هو ده الاسراء هو ماينفعش السماء يطلع لها من مكة يعني هو هو ابواب السماء بس من 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 عند صخرة المعرج من عند المسجد الاقصى ولما رجع رجع على فين رجع على فين على بيته ولا رجع على المسجد الاقصى الاول رجع على المسجد الاقصى الاول وخد البوراق وتر يعني هو السماء ملهاش سكة على مكة على طول ايه الموضوع انت بتستلم الرايا هنا المسجد ده انت مسؤول عنه عندنا حديث جميل قوي في السيرة بيقول ايه لا يؤمن رجل في بيته مش كده يعني لا يؤمن رجل في بيتك يعني لو جاي ازور حضرتك في بيتك ينفع اصلي بك امام من غير ما استأذنك مين الاصل انه يصلي امام صاحب البيت طيب لو صبح يابيل البيت حافظ كله والله هو احد بس وانا حافظ الخرق عن كله مين يصلي امام صاحب البيت صاحب البيت الا لو ازندي ده موضوع تاني بس الاصل ان صاحب البيت اللي يصلي مين اللي صلي امام يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من صاحب البيت يبقى المسجد الأقصى مين مسؤول عنه واضحة كده خلصانة كده سهلة أنا باتكلم عن المسجد الأقصى مين مسؤول عنه اللي صلى أمامي شايف مين واقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا داودة سيدنا سليمانة سيدنا موسى وصل المعنى عرفتوا ليه راحة الإسراء انت مسؤول هنا أظن المعنى قوي جدا وواضح جدا قبل ما تيجوا نطلع المعراج نتيجوا نشوف لقطة جوه المسجد الأقصى ونسمع نشي بيتكلم عن الإسراء والمعراج كأننا هناك تعالوا نشوفه مع بعض أسرية برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقضة بواعيه وروحه وجسمه يقضة بواعيه وروحه وجسمه قد ارتقى إلى السماء ثم التقى بالأنبياء قد ارتقى إلى السماء ثم التقى بالأنبياء بوقى إنجا لهم ودعوا بالخير لهم ورأى عند المولى آدم فاستقى بالخير لهم ودعوا بالخير لهم ورأى عند المولى آدم فاستقى بالخير لهم وعلى فراء عيسى حقا فاق شمسا وعلى فراء عيسى حقا فاق شمسا ما يحيا وعليه سلام ما يحيا وعليه سلام وسمى فراء يوسف أحلام من بدر يزم يتجلى ثم زاد علاه وراء إدريسا بعده هارون بعده موسى ثم إبراهيم وهو خليل الله ثم زاد علاه وراء إدريسا بعده هارون بعده موسى ثم إبراهيم وهو خليل الله ثم زاد علاه وراء إدريسا بعده هارون بعده موسى ثم إبراهيم وهو خليل الله وهو خليل الله وهو خليل الله وهو خليل الله يعني نزل وصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى صلى بالأنبياء ركعتين بعد الركعتين خدوا سيدنا جبريل وحصل شيء رمزي جاب إناء من لبن وإناء من خمر وكان لسه الخمر ما تحرمتش وقال يا محمد اشرب ما شئت تخير فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر الاثنين فاختار اللبن فشرب ففرح جبريل وقال هديت إلى الفطرة وهدية أمتك إليها يعني إيه الموضوع وإيه الرمز اللي في كده يعني وإيه قيمة اختار لبن ولا اختار خمر خلي بالك يا جماعة اللبن رمز إيه وليه قال له هديت إلى الفطرة اللبن رمز خلق الله اللي ما تغيرش والخمر رمز البشرية لما بتدخل على خلق الله الخمر أصله عنم وأصل طفاح إزاي البشرية لما بتدخل على خلق الله فتفسده فتغيره فيفسد فتفسد البشرية فكأن يا محمد وأمتك من بعدك الأصل فيكو أن انتو مش هتفسدوا ولا تغيروا الأصل فيكو الخير الأصل فيكو الفطرة الصحيحة لأن انت اخترت اللبن وكأن النبي مش اختار مش مسألة عشوائية غمض عينيه واختار اللبن دي منهجي التفكير دي طريق التفكير أنه هو صلى الله عليه وسلم طريق تفكيره ناخد الأصل ما ناخدش اللي متغير فاهم المعنى الواحد يا جماعة بيسمع الكلام ده ويتأثر ويتألم بشدة لما يلاقي شباب من شبابنا ضاعة الفطرة ضاع النقاء ضاع الأصل يا جماعة تعالوا نزرع في شبابنا وبناتنا أن احنا ندور على الفطرة الصحيحة الخير الصحيح ما فيش حد فينا إلا وجواه وعرف الخير من الشر خلص النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ أنا أعيز الحقيقة قبل ما أدخل على المعركة لحظه ثلاث آيات في صورة الإسراء بصوا الآية الأولانية سبحانا الذي أسرع بعبده ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأخصى الذي بركنا حوله لنرياه من آياتنا إنه هو السميع العليم كويس؟ مش دي الآية 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 اللي بعدها بتقول إيه؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل قال لا تتخذوا من دوني وكيلة الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ ذرية من حملنا مع نوح جاب الأجيال كلها مش هو النهاردة لقاء البشراء مش الأنبياء كلهم اتقابلوا وصورة الإسراء بتحكي عن ثلاث أجيال وكأن العالم ده كله سلسلة منتصلة دول ذرية الحدث النهاردة هو الإسراء وإنبارح كان موسى وأول إنبارح كان نوح الأرض كلها ملك لله ودول أنبياء الله يجمعهم حب لله كلهم ماشيين في طريق الله رسالة واحدة أنبياء متحبين من أول اجتماعهم لغاية طريقة سرد صورة الإسراء لا حاجة تانية كمان جميلة قوي واخدين بالك النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع في رحلة الإسراء مر على مين؟ وهو رايح في رحلة الإسراء مر على جبل الطور وهو جاي من المدينة رايح جاي من مكة رايح على الإسراء مر على جبل الطور موسى ومر على بيت لحم عيسى ومر على المسرة بتاع إبراهيم لما سيدنا إبراهيم اتحرك بإسماعيل بين فلسطين وبين مكة مكة علشان ساعة سيدنا إسماعيل وبناء الكعبة وكده ده مر على طريق الأنبياء كلهم فالعلاقة طول رحلة الإسراء النبي مشبك في الأنبياء علاقة واحدة ومشبكة في بعضها وبعدين حاجة تانية هو دلوقتي يتفرج على العالم وتاريخ الأنبياء حيطلع يتفرج على السماء فيجمع له رؤية السماوات والأرض فتبقى الرؤية عنده وسعة صلى الله عليه وسلم ويخرج من مكة الضيقة اللي مزع عليه اللي يرى الكون كله حواليه معاه وفي طريقه وكله بيسبح معاه حيطلع النبي صلى الله عليه وسلم الآن إلى المعراج الطريق إلى المعراج من صخرة المعراج وكأن المعراج زي يسلم لا نعرف شكله ولا نعرف كنهته لكن اللي أنا أعرفه ومتأكد منه أن هناك نجوم في السماء بيننا وبينها ملايين بل بلايين السنين الضوئية طلقت في قد إيه يا رسول الله؟ في لحظات طب وده فيه يا رماعة ده سفينة الفضاء دلوقتي عشان توصل لأقرب نجمي لنا لأقرب كوكب لنا محتاجة سفينة الفضاء بسرعة سبع تلاف كيلو متر تخدها في ثلاث سنين أنت متخيل؟ اطلع واطلع 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 طلقت في قد إيه يا رسول الله؟ في لحظات علم الله تعالى وقدرة الله اخترعوا زي منتوا عايزين بس إيه وتتجبروا على الله تقدموا في العلم زي منتوا عايزين بس تتواضعوا لله اللي ملكه أعظم من قدرتكم بكتير ده هو اللي وهابكوا المخ اللي بيفكر يعمل العلم الحديث المتميز دو يطلع النبي صلى الله عليه وسلم حيقابل مين بقى في السماء؟ حيقابل أنبياء وربعضهم نقول مين الأنبياء اللي حيقابلهم؟ حد حافظ هم سبع سموات مين يقول السماء الأولى؟ حد حافظ معنا أول سماء سهلة دي صبعا كلنا عارفين وسيدنا آدم عليه السماء طب تاني سماء؟ حيقابل سيدنا عيسى وسيدنا يحيى ولاد خالة ومع بعض في سماء واحدة طب تالت سماء؟ يوسف عليه السلام عشر على عشرة طب رابع سماء؟ سيدنا إدريس عليه السلام طب خامس سماء؟ ها كله حيلاق خفظة ها؟ خامس سماء ليقولها ياخد مئة دولار؟ لا السماء الخامسة يا جماعة شاف ميها؟ ها؟ ها شاف فيها سيدنا هارون السماء السادسة شاف فيها سيدنا موسى السماء الأخيرة والسبعة كلنا عارفين شاف فيها سيدنا إبراهيم تعالوا ناخد لقطات كده وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقابل ناس في السموات أول ما طلع سيدنا جبريل فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي بيقولك فطرق جبريل أبواب السماء تحس أن في نظام وأن السماء كده مش يعني ملك ربنا كله نظام حياتنا كمان لازم تكون كلها نظام فيطرق سيدنا جبريل أبواب السماء فيقول الملك الموكل بباب السماء من؟ فقال جبريل قال من معك؟ قال محمد بن عبد الله قال أو أرسل له؟ ده نبي مرسل الملك مش كل الملائكة تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ففتح الأبواب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوجدت في السماء الأولى رجل اللي هو مين؟ فقلت من هذا يا جبريل؟ فقال هذا أبوك آدم يقول ينظر عن يمينه فيجد سواد عظيم سواد يعني بشر الشعر بيبقى اسود فلما تبص على عدد ضخمة أو تحس أنه هو سواد فمن هنا جات كلمة سواد يجد سواد عظيم فيضحك ثم ينظر عن شماله فيرى سواد عظيم فيبكي فقلت ما هذا يا جبريل؟ فقال هذا أبوك آدم ينظر إلى أبنائه من أهل الجنة فيضحك وينظر إلى أبنائه من أهل النار وقبوا البشرية كلها شوفوا وحدة البشرية ماشية زي معنا في الرحلة فينظر كل البشرية حاجة واحدة فينظر إلى أبنائه من أهل النار فيبكي يا جماعة الوحيد اللي كاتب عنده أسماء أهل الجنة من أهل النار هو الله سبحانه وتعالى يا طرحنا فين يا جماعة؟ كان أحد التابعين يجي بالليل كده وهو بيصلي ويقول يا رب أنت وحدك الذي يعلم سكان الجنة من سكان النار فأين كتبتني يا رب؟ فتخيل يا طرى آدم وهو بيبص يمين؟ إن شاء الله تكون أنت في اللي بيتحك لما بيبص اليومين طب وبيضحك وبيبكي ليه؟ ناس استفادت من تجربته ففرحان بيهم وناس ما استفادتش من تجربته ما هو تجربته مع الشيطان دي كانت عاملة زي مثال محلول للبشرية عارف في الرياضيات لما يقولك مثال محلول ويقولك حل زيه بقى أهو كل قصة أدم مع إبليس عبارة عن مثل محلول زي الحساب والرياض حلوا بقى زي المثل ده هيدحك عليكم بنفس الطرق بس بأشكال بأسامي مختلفة لكن هنا هي نفس الفكرة فشفته فده آدم فراح النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال له آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح والأخ الصالح وشوفوا الحب وشوفوا الود مش بقولكم بشرية واحدة مفيش صراعات وأنبياء ورسالة واحدة وحب واحد ويفضل النبي صلى الله عليه وسلم مطالع يا تعرف بس على الأنبياء نقولهم تاني آدم وبعدين يوسف وبعدين آسف عيسى ويحيا وبعدين يوسف وبعدين إدريس وبعدين هارون وبعدين موسى وبعدين إبراهيم عليه السلام طب وفين الباقي في النوح موجود بس النبي ما قابلوش طب شمعنا دول اللي قابله خلي بالك أصل الأنبياء اللي تقالت قسمينه ودول بص الرمز بردو حاجة من الاتنين يا أنبياء اشتغلت على بناء مجتمعات والنبي رايح للمدينة بعد شوية يبني مجتمعات يا أنبياء ثبت أرضها وهجرت ورجعت لها تاني وهو حيسيب بلده بعد سنتين فربنا بيمهد له زي يوسف وزي موسى يا أنبياء اوزت إذاء شديد وتعرضت للقتل مرات عديدة أو قتلت بالفعل بسبب دعوتها فكأن ربنا اختر له عينة من الأنبياء حيشوف فيها لما يقبلهم تاريخه اللي حيحصل بعد كده فشوفوا تمهيدات الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يطلع النبي لغاية ما يوصل لسيدنا إبراهيم هو النبي بيقول فوجدت إبراهيم وقد أسنت ظهره للبيت المعمور يا سلام يا سيدنا إبراهيم إيه البيت المعمور دول؟ ده بيت في السماء كالكعبة تماماً فوق الكعبة بالملي بالملي فوق الكعبة بس في السماء السابعة يعني إحنا يا رماعة بنبقى بنطوف تحت في الأرض والملائكة بتطوف فوق في البيت المعمور وإحنا فوق بعض بالظبط وفوقيهم عرش الرحمن سبحانه وتعالى انظر لمكة انظر لهذه البقعة العظيمة المباركة الناس اللي جاية تعمل عمرة والناس اللي جاية في رمضان وانت بتطوف استشعر انت فين انت في أقدس وأعظم نقطة في الأرض وفي السماء فوق هو خط واحد العرش البيت المعمور الكعبة فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي إبراهيم تبعوش معنى إبراهيم عليه السلام عند البيت المعمور مش هو اللي بنى الكعبة والجزاء من صنف العمل والمكافأة من صنف العمل فيستريح إبراهيم وشوفه أصلا الظهره أصلاه تعب في الدنيا كتير قوي يستريح بقى براحته يا جماعة تعبوا في الدنيا عشان ربنا يسعدكم ويريحكم في الأخر الدنيا كده اوه يا جماعة تقول أصلا أنا عايزة ريح الدنيا مفيش فيها راحة أنا الواحد بيبص يقول إيه إن شاء الله يخلص رمضان احنا كل يوم على الهواء كل يوم على الهواء يخلص رمضان نستريح تلاقي يا الله عايزين نشتغل نعمل كذا وكذا وكذا سئل الإمام أحمد بن حنبل متى يجد العبد طعم الراحة فقال عند أول قدم يضعها في الجنة أما قبل ذلك فلا راح ما تعيشوش يا جماعة وكل هدفكو عايز استريح مش دي الدنيا اتخلقت علشان تزرع وتغرس وتنهض وتصلح وتصنع حياة وتعبد وتصلي وتصلح الناس وتجاهد لقد خلقنا الإنسان في كبد هي الدنيا كده واللي عايز يعيش في الدنيا مستريح فقد ارتضى بالهوان ومن يتهيى بصعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر اسعد واسعد واشتغل واكتهد هي الدنيا كده سيدنا يابرهيم بيستريح بقى فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حيقابل جده جده فعلا حيقابل جده صلى الله عليه وسلم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح يقول النبي فدخلت البيت المعمور فوجد النبي شيء عكيف قوي قوي لا ايه وجدت البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به لا يعودون إليه إلى يوم القيم فهم فهم يعني كل يوم يدخل سبعين ألف ملك يطوفوا يجي غيرهم بكرة بعده 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 يبقى الملايكة كام يبقى عدد الملايكة كام يبقى عدد البشر ولا عدد الملايكة حاجة يعني لا تقارد اسمع الحديث الجميل ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو طلع السماء شاف كده بقى بيقول قطط السماء قطط يعني ايه مش قادرة تشيل نفسها عارف البركيه لما يضغط عليه جامد واحد وزنه تقيل في تقطق قطط السماء وحق لها أن تقطه لا حق ليه يقول لك ما فيها موضع ثلاثة أصابع ما فيها موضع شبري إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد هكذا إلى يوم القيمة فإذا قامت الساعة قاموا من سلاطين يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا جماعة ربنا مستغني عن عبادتك أنت فاكر أن ربنا محتاج الركاتين إذا أنت اللي محتاجهم الركاتين هتروح صليهم دلوقتي بعد الحلقة أنت يا عم اللي محتاج ربنا مش محتاج لك أنت اللي محتاج تقع عبد وتصلي وتركع الملايكة السماء مليانة ملايكة بتزدد النبي طول ما هو في السماء طول ما هو طلع في السماء ما فيها موضع شبري زحمة عباد وشايف يا قائم يا راكع يا ساجد كل حركات الصلاة شايف ملكوت الله تبارك تعالى شايف الملك هل عرفت اسم الله الملك هل عرفت اسم الله العظيم هل عرفت اسم الله مالك الملك للجلال والإكرام شايف ملكه عامل إزاي فيا رسول الله لو زعلان عشان الطائف وقريش اللي تعبينك إنه موضع كبير قوي ملك ربنا ملوش آخر شوفوا نفسية النبي تبقى عاملة إزاي بعد كده لا يعملوا اللي يعملوا بقى يعني ما فيش حاج شايف السماء عاملة إزاي ويقابل سيدنا إبراهيم ويسلم على جده الله على السلام دوا ويقوله سيدنا إبراهيم جملة مهمة قوي حيقوله إيه رسالة لينا رسالة لينا رسالة لينا إيه سيدنا إبراهيم بعت لنا رسالة بعت لك يا رماعة رسالة سيدنا إبراهيم بعت لك رسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم إيه هي رسالة يا محمد أقرئ أمتك مني السلام بيحبنا قوي جدنا مش بقولوك يا رماعة بشرية واحدة بشرية واحدة مش هو إبراهيم اللي بتقال وتقسمت ولاده مش عارب بني إسرائيل بشرية واحدة بشرية واحدة يا محمد أقرئ أمتك مني السلام سلم لي على المسلمين وصل السلام يا سيدنا إبراهيم وعليك السلام يا سيدنا إبراهيم بنقولها على هواه قبلغ أمتك مني السلام وقل لهم إيه رسالة بقى تفتكر سيدنا إبراهيم يوجه لنا رسالة بتقول إيه وقل لهم إن الجنة آه الرسالة حيرديها للجنة إن الجنة طيبة الطربة زرعها حلوة قوي عذبة الماء ميتها حلوة قوي وأن غراسها قول لأمتك يغرسوا في الجنة وأن غراسها إيه عايزين تغرسوا نخلة في الجنة أو زرع في الجنة أو شجرة في الجنة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خلصت الرسالة يعني إيه سيدنا إبراهيم بيقول لنا جملوا الجنة بتاعتكم عشان تقابلوني هناك فأحلى جنة نجملها بإيه سهلة قوي الستات بيحبوا زواء وبيوتهم مش كده وتحب مش عارف تحط إيه هنا وشوية زرع طب ما تجملي بيتك في الجنة أجمله إزاي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مبروك مبروك إيه اتبنت نخلة في الجنة أو شجرة في الجنة عايزة كم شجرة مانجة وكم شجرة عايز إيه عايز أشكر شكلها إيه ها قولها كده طيب تيجوا كل السادة المشاهدين والله يا جماعة كل الناس اللي بتسمعني دلوقتي تيجوا نزرع نخلة في الجنة الآن بهذا الحديث الصحيح هنقول كلنا وربنا حيفكرنا إن شاء الله يوم القيامة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مبروك جماعة قولوا كتير بقى وزوّقوا زي ما أنتم عايزين الجنة بتاعتكم هي دي رسالتك يا سيدنا إبراهيم جزاك الله خيرا يا جدنا يا إبراهيم شايفين وحدة الأنبياء بشرية حلوة قوي بشرية مش الأصل الصراع مش اللي يسمع قصة الإسراء والمعراجة معه ما يفهمش إن المسلم الأصل عنده الصراع بالعكس الأصل تقالف البشرية بشرية واحدة أمة واحدة عالم واحد وصل النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا إبراهيم وقابل سيدنا إبراهيم طالع لسه لسه بيطلع النبي صلى الله عليه وسلم هيشوف السماء أشياء عجيبة أشياء عجيبة عظيمة زي إيه هيشوف واحدة اسمها ماشطة بنت فرعون إيه ماشطة بنت فرعون دي النبي هو طالع يشم رائحة جميلة أوي 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 فقال ما هذه الرائحة التي تملأ السماء يا جبريل فقال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها الأربع ماشطة بنت فرعون كانت ماشطة بتمشط البنت يعني ماشطة يعني كوافير مهنة بسيط بتمشط البنت وكده وهي مؤمنة بسيدنا موسى وعرفة أن فرعون دا مش إله ولا حاجة وكتم الإيمان في نفسها يحسن يأذوها ومضطرة تشتغل في بيت فرعون عشان لقمة العيش مؤمنة ستة عظيمة وهي بتنشط البنت فرعون ما بتنشط المشط وقع منها فانت عارف القلب دا بيبقى مغرفة يعني لسانك مغرفة قلبك صحة ولا لأ تشوفوا الرجل اللسانه عامل ازاي تعرف قلبه عامل ازاي فالست الإيمان مالي قلبها فلما وقع المشطة بتقال يا باسم الله فالبنت قالت أبي الله اللي هو بابا يعني قالت لها خلاص بقى مش قدركت بقى قالت لها ربي وربك ورب أبيك الله مش قدرك الإيمان يا رب معلم يبقى مالي الصدر ما بتعرفش بيطغى على الجوارح وعالعينين وعالوش وعاللسان ربي وربك ورب وابيك الله خلاصينها بقى قالت أولك إله غير أبي قالت نعم ربي وربك ورب أبيك الله قالت سأخبر أبي فراحت لفرعون قالت له فنداها فقال أولك رب سواي قالت ربي وربك الله الستات شفت الستات مش بقولك الستات شفت الستبات فقال إذن طيب ألها أولاد أنا حعرف ازاي وجع قلبك وحرق قلبك ألها أولاد قالوا لها أربعة أولاد قالت بأولادها وأشعله بقرة من نحاس هاتو نحاس وعملوه على شكل بقرة علشان يبقى مجوف علشان تبقى النار والصهد فيه زي الفرن واكتر ونحاس وخد الولد الأولاني أولاك رب سواي احنا بنحكيها واحنا في التكيف يا جماعة بس تخيلوا قلب الأم يبقى عامل ازاي تخيلوا أولاك رب سواي ربي وربك الله ويتخذ الأولاني ويترميه صريخ وبعد كده أولاك رب سواي ربي وربك الله ويترمي الثاني انت ايمانك كده ممكن تبقى كده ويتخذ الثالث أولاك رب سواي ربي وربك الله ويترمي الثالث الرابع كان رضيع فيجي يتخذ منها فتمسك بيه رضيع فكان ممن نطقوا كما جاء في الحديث في المهدى فقال يا أمي إنك على الحق فاتبتي فاتخذت واتاخذ الرضيع وده من رحمة ربنا بيها إنها تخذت معا وألقيه في النار وماتوا جميعا وفرعون نفض إيديه وخلص الموضوع لا مخلص يطلع النبي في السماء فيشم رائحة تملأ السماء مش هي كانت ريحة شياط وريحة حريقة فإذا بيقى في السماء أطيب رائحة والجزاء دائما من صنف العمل ما هذه الرائحة يا جبريل من سنهاش أبدا رغم إنها من عهد موسى هذه رائحة ما شطت بنت فرعون وأبنائها الأربعة تملأ السماء ريحا عطرا والله العدل ما بيضيعش حقوق الناس أبدا أبدا لكن الدنيا قصيرة وما تسويش حاجة والتضحية فيها وإيه يعني في سبيل الله ويموت ويطلع النبي ويشوف حاجات تانية شفت إيه يا رسول الله وانت طالع ويبدأ بقى يحكي لنا قصص كثيرة شافها شاف رجال ونساء قدامهم لحمة نقية جميلة أوي 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 محطوطة قدامهم ولحمة نتنى معفنة فيسيبوا اللحمة الطيبة ويكلوا اللحمة نتنى ويعودوا يكلوا فيها نتنى نتنى تخير حاجة فظيعة فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الزناه يتركون اللحم الطيب الحلال ويأكلون اللحم النتنى الحرام شايف الحديث حاسس تخيل دخلي بالك ده مش عذاب النار ده الزناه ده النبي صلى الله سلام ده لسه جهنم ما جاتش ده لما ماتوا يشوف المنظر ده لحم ناكن يأكلونه شفء تاني شفه وطالع ناس تفتح أفواههم وتأخذ كرات من نار جمر فتلقى في أفواههم فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتام ظلما عارفين الآية إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونه النعمة وسيصلى المساعي شفء شفت إيه كمان تاني يا رسول الله صنع صوت جميل جدا صنع صوت إيه صوت الجنة تقول يا رب أين سكاني تهيأت وكثر حريري وكثر شجري وكثر مائي وزرعي أين سكاني شف أنت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم عادي أعمالي شف ملكوت السماوات والأرض شفت إيه تاني يا رسول الله شف النبي صلى الله عليه وسلم أناس لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يغتبون الناس ويقعون في أعراض النساء يعود يدموا جههم بأظافر من نحاس شايف في النبي صلى الله عليه وسلم طالع وعمالي يشوف طالع 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 لغاية ما وصلت فين يا رسول الله وصل إلى مكان بيبص لأ جبريل وقف طلع وطلع 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 لغاية ما وصل لمكان لا يتقدم إلي جبريل فين وصلنا لفين وصلنا إلى مكان لا يستطيع جبريل أن يتقدم أكثر من ذلك لكن أنت يا رسول الله تستطيع أن تتقدم أكثر من ذلك وصل إلى سدرة المنتهى يعني إيه سدرة المنتهى؟ يعني إيه كلمة سدرة المنتهى؟ سقف النهاية أو أو ممكن تقول سدرة المنتهى المكان الذي لم يتعداه منتهى الخلائق ما فيش بني آدم أو مخلوق كائن من كان ملك أو إنس أو جان يستطيع أن يتقدم فوق هذا المكان إلا أنت يا رسول الله وصل إلى سدرة المنتهى ما ينفعش حد يتقدم أكثر أنت متخيني إحنا بنتكلم عليه صلى الله عليه وسلم قيمة النبي صلى الله عليه وسلم شفت رسولنا صلى الله عليه وسلم تحب ولا لا؟ تتعلق به ولا لا؟ تقدر هذا المقام ولا لا؟ يا محمد جبريل أنت إذا تقدمت اخترقت وأنا إذا تقدمت احترقت بصرف النظر هذا حديث لكن ما يقدرش يقول النبي فنظرت إلى جبريل في هذا المكان بص بقى فإذا به كالحلس البالي من خشية الله ببص على جبريل لقيته في منتهى التواضع من خشية الله سبحانه وتعالى تخيل جبريل متواضع بين يدي الله شوف الآية تقول لك إيه؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى يعني إيه رآه؟ من هو لرآه؟ جبريل طيب يعني إيه نزلة أخرى لم يره على صورته الملائكية الحقيقية إلا مرتين يوم الوحي فاكرين غير حراء والنهر ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى تتنزى الأوامر الله تبارك تعالى من هذا المكان يغشاها أوامر الله تبارك تعالى ما زاغ البصر وما طرع لقد رأى من آيات ربيه الكبرى شاف ما لم يره إنسان من قبل لذرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندناش حديث يصف لنا بالتفصيل هو شاف إيه؟ لأن يعجز اللسام عن وصف قدرة الله وعظمة الله وملك الله يقول النبي فوصلت إلى مكان أسمع فيه صريف الأقلام الأقلام ويتكتب أقدار وصل إلى فين رسول الله صلى الله عليه وسلم منتهى الخلائق لحد يقدر يتعدى بعد ذلك يصل النبي صلى الله عليه وسلم ويتوقف جبريل عند هذا الحد وما فيش حديث بيقول لنا أو ما فيش قول نهائي فيه خلاف بين هل رأى الله تعالى أو لم يرى الله خلاف كبير بين العلماء يرى أو لم يرى والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخلش في هذا الأمر بالتفصيل كأن الأمر أكبر من العقول ولا داعي تخيلوا بقى يا جماعة وإحنا بنقول هذا الكلام كلنا سنرى الله تبارك وتعالى يوم القيام كلنا سنرى الله في الجنة ارتفعوا تخيل رؤية الله يعني أنا مش عارف أوصفها لك إزاي عشان تحس بما وصل إليه النبي عشان تحس بأننا سنكون فيه في الجنة إروا صح صحوا كده وإطلعوا فوق الدنيا شوفوا إحنا مع المعراج دلوقتي عرجنا من الدنيا شايف ملكوت الله إحنا رايحين هناك يا أخوان إحنا رايحين الجنة إن شاء الله في إذن الله وراحين نلقى الله تبارك وتعالى تخيل يوم ما تلتقي يوم ما تنظر إلى الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أسألك سؤال إيه أجمل منظر طبيعي شفته في حياتك أحلى منظر شفته في حياتك فاكر المنظر الفلاني وأنت هنا في المدينة قدام المسجد النووي طب أحلى منظر شفته في حياتك طب فاكر البحر الفلاني على فاكر وأنت واقف قدام منظر طبيعي لحظة ضغروبه بتقول الله حلو قوي جميل قوي فاكر طب ده يأتي إيه ده وانو ده ولا حاجة ده خلقي في الدنيا دنيا دنيا وفاكر كنت متأثر وتقول الله ونطقت باسم الله فما بالك لو رأيت الله تبركت طب لاش دي فكر اول مرة روحت زورت الكعبة فكر وانت داخل هيبة الكعبة وجلال الكعبة فما بالك بهيبة الله تبارك وتعالى انا يا جماعة ربنا اكرمنا ودخلت جوا الجامعة الكعبة صليت جوا وانت جوا من هيبة الله وانت حافظ ادعية قد كده مش هيفتد اي من جلال الله تبارك فما بالك برأية الله عز وجل يوسف اعطي شطر الجمال وهو مخلوق فما بالك برؤية الله عز وجل كلنا مشتقين قبل النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك برؤية الله عز وجل يقول النبي فما ان ينظرون الى الله عز وجل فما اعط لذة منذ خلقوا احب اليهم من النظر الى وجه الله الكريم متخيلين صلى الله عليه وسلم المكان ولا اله الا الله ورؤيتنا لله تبارك وتعالى وصل النبي وقال لله تبارك تعالى يا محمد اني فردت على امتك خمسين صلاة في اليوم والليلة يا جماعة الصلاة الفرد الوحيد اللي فرد في السماء في ايه هو الصلاة مفيش فرد تاني فرد في السماء يا جماعة اللي مقطعين في الصلاة يا جماعة اللي ما بتصلوش الصلاة فردت في المعراج مش كده والصلاة هي معرار بالروح إلى الله تبارك وتعالى صح ولا لا فكان مناسب لطبيعتها أنها تفرد في المكان اللي بتروح إليها لقاء يومي مع الله تبارك وتعالى والنبي كان في لقاء مع الله حسوا بالصلاة كده صلوا بالطريقة دي أن أنت أول ما بتقول الله هو أكبر دخلت في لقاء مع الله عز وجل وأن الله مقبل عليك وأن الله ينظر إليه وأنك إذا التفت يقول لك أإلى خير مني أوجدت من هو خير مني تلتفت إليه وتتركني وأن أنت بتقول الله هو أكبر سر أنك بتختار كلمة الله هو أكبر أنك داخل لقاء مفيش حد ينفع يكون أكبر منه ده أنت داخل تقابله ينفع حد يبقى أكبر من اللي أنت حتقابله دلوقتي هو الأكبر عشان كده الحركة اللي بين الانتقال بين الحركات الله هو أكبر لأنه أكبر أكبر مفيش أكبر منه في لقاءه شفت الصلاة عاملة إزاي؟ خمسين صلاة تفرد في السماء طلع إلى صدرة المنتهى عشان إحنا نعرف أن الصلاة غالية قوي بالله عليكم ياللي مقطعين في الصلاة ياللي بتفوتوا ياللي بتأخروا الصلاة ياللي كسلانين في الصلاة إزاي بقى الموضوع كده وتبقوا مكسلين في الصلاة وينزل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خمسين صلاة وينزل النبي فيلتقط سيدنا موسى في السماء الخامسة في السماء السادسة يا محمد فيقول فيقول النبي أنا لسه ما خلصتش عبد العزيز يا أستاذ خالد أنا لسه ما خلصتش ما ينفعش كده يا جماعة أنا لسه ما خلصتش ما يصحش يا أستاذ خالد كده من فضلك يا عبد العزيز ما كان شي صحي توقف أصلاً يعني نكمل فيلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا جبريل في السماء فيلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا موسى في السماء السادسة فيقول له كم فرض الله على أمتك يا محمد فيقول خمسين صلاة في اليوم والليلة فيقول إني جربت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ارمع سيدنا موسى حريص علينا بيحبنا شفت وحدة الأنبياء شفت وحدة مش بقول لك وحدة اللي بالشجرية سيدنا موسى سيدنا موسى كان ممكن يعني يقول خمسين صلاة مش هيقدروا طب كوي يسيبوا لا 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 حريص علينا بيحبنا زي سيدنا إبراهيم بس كل واحد فيهم بيحبنا بطبيعته حسب شخصيته سيدنا إبراهيم جد فيبشر بالجنة وسيدنا موسى طبيعة شخصيته شافت أحداث شديدة لو ناس عاصته كتير فبيوجه من وجهة شخصيته فاهمين الفرق بين الاثنين ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل الله التخفيف فيقول وضعنا عنك شطرها النص تبقى خمسة وعشرين فينزل إيه سيدنا موسى ارجع إلى ربك بيحبنا قوي سيدنا موسى فاسأله التخفيف فيرجع النبي وضعنا عنك ربعها يبقى فاضل كام يبقى فاضل خمستاشر ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله لا يبدل القول لدي هي خمس في العدد خمسون في الأجر الحسنة بعشر أمثالها معنى جميل أوي 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 أولا انظر هو هو مستبق في علم الله أنهم سيبقوا خمسة طب ما ليه في الأول خمسين يعني هو سيدنا موسى اللي عدل استغفر الله العظيم لا طبع طب ما ليه القصة دي آه عشان تعرف رحمة ربنا بك عشان تعرف أن الدين ده الأصلي فيه التي يسير تخيلوا يا جماعة لو كانوا خمسين أنا عايزك تتخيل كده وتتحك كده تخيل لو خمسين نويته أصلي السبعة واربعين الله هو أكبر الساعة كان دلوقتي الساعة تنين صباحا يا نهر ربيض هي سبعة واربعين ولا سبعة وثلاثين تخيل لو اتلخبط نحن من اتلخبط في صلاة تخيل لو اتلخبط في عشرة ها فضل كام ها تمانية واربعين تسعة واربعين خمسين الله هو أكبر يا الله بتدي من الأول ما هو خمسين اقلب النهار واحد اتن متخيل طب خمسة بس وكمين مؤثرين فيهم اخس ده الحساب حيبقى صعب كده قوي يوم الإيمان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيمة الصلاة دول خمسة مش عايزين تعملوهم ومؤثرين فيهم تخيل فينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول موسى كم فرض عليك قال خمس قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيض فقال النبي استحييت من ربي مكسوف ان انا اطلب اكتر من كده يقول النبي ورأيت الجنة ودخلت الجنة صلى الله عليه وسلم رحلة الاسراء والمعرق غنية لنا احنا لدارة النبي صع سبب مرة اطفل الصحابة فيقول لهم من منكم دخل الجنة فولا واحد طبعا دخل الجنة يعني فعبد الله بن عمر مرافع ايده قال انا يا رسول الله فعمر بن خطاب يقول فوضعت يدي على وجه فضحني يعني داخل الجنة في عنده فقال النبي من منكم شرب من انهار الجنة فقال عبد الله بن عمر انا يا رسول الله فعبد الخطاب يقول فوضعت يدي على رأس يا كرس من منكم ذاق ثمار الجنة انا يا رسول الله فالناس مش فهم حاجة فقال اخبرهم يا عبد الله فقال يا رسول الله دخلت الجنة بدخولك اليها في المعراج وشربت من انهارها بشربك منها في المعراج واكلت من ثمارها باكلك انا كأني اكلت وحن كأني اكلت دخول الجنة النبي كأنه رمز لنا كلها شفتوا الجنة يا أمة محمد استعدوا بقى قالوا فما رأيت فيها يا رسول الله قال رأيت فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر شوفوا الدوير أول حاجة ما لا عين رأت ما أنت أكيد شفت شوية حاجات بس مش كتيرة مش كده ما شفتش الأمر ما شفتش أمريكا اللاتينية مش كده لكن ما أذن سمعت سمعت عن حاجات كتيرة فوسعلك النبي لكن أكيد أذنك ما سمعتش في حاجات ما خطرتش على أذنك لكن ما خطر على قلب بشر وسع أو الدائرة ها فكر كده عايز إيه في الجنة كذا أقل أحلى الجنة أحلى والنبي نازل بقى بيقول له صحابة أحاديث يقول لهم حاديث جميلة جدا يقول لهم بينما أنا أسير في الجنة رأيت جارية تتوضع عند قصر عظيم فقلت من هذه الجارية ولمن هذا القصر قالوا لرجل قراشي فقلت لمن فقالوا لعمر بن الخطاب فأزحت وجهي عن الجارية الحسناء لما تذكرت غيرتك يا عمر فبكى عمر وقال أمث لي يا غار على مثلك يا رسول الله وشف نهر الكوثر اللي ربنا وعدوا بيه وقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا نهر الكوثر حافتاه من الذهب كما وعدك ربك إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وشاف إيه كمان؟ شاف بيوتنا في الجنة عاملة إزاي؟ صف لنا بناء الجنة يا رسول الله بيوتنا شكلها إيه؟ أصورنا شكلها إيه؟ فقال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك المونة اللي بين الذهب والفضة مسك أرقى أنواع العطور وحصباؤها اللؤلؤ الحصى اللي في الأصر بتاعك حضرتك لؤلؤ ده الحصى بتاعها وصقفها قال صقفها عرش الرحمن لما تبص السقف بيتك تلاقي عرش ربنا شفتوا الجنة؟ قالوا فمن أدنى أهل الجنة منزلة يا رسول الله قال أدنى أهل الجنة منزلة من يسير في ملكه ألف سنة لا يقطعه قالوا أذلك أدنهم منزلة؟ فمن أعلاهم منزلة؟ قال أعلاهم منزلة الذي ينظر إلى ربه بالغداة والعشي ينظر إلى الله تبارك وتعالى ويكل الجنة يا إخوانا رأى الجنة صلى الله عليه وسلم وينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط البراق ويأخذ البراق ويعود إلى بيته في مكة يقول فعدت إلى بيتي فإذا بوسادتي ما زالت دافئة كما تركتها كأن الرحلة قصيرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظت مهموما أأخبر قريش أم لا؟ أقول لهم ولا لا وكانت لسه الصورة منزلة صورة الإسراء فمر بي أبو جهل فقال ما لك يا محمد مغموم كده ليه؟ فقلت حدثها البارحة كذا 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 حكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أرأيت إن جمعت لك قومك أتخبرهم بما قلت؟ هذا كارسة دا نحن نضحك؟ قال نعم الجرأة في الحق صلى الله عليه وسلم ما بيكسفش أخواننا ما بيكسفش يقول الله حصل مهما كان فجمع الناس أبو جهلي أو أول مرة أبو جهلي لم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا إلى محمد والنبي بيحكي بمنتهى القوة فاللي يسقف واللي يحط إيده فودانه واللي يطبل على دماغه واللي يصفر واللي يغطي وشه واللي يخبي مش مصدقين حتى ارتد بعض المسلمين لازم فيه خسائر رغم النجاح فقالوا أكتر واحد نوقع دلوقتي بينه وبينه أبو بكر فيذهبون إلى أبو بكر ويقول الكلمة العظيمة إن كان قد قال فقد صدق يقولونه إزاي يقولهم إني أصدقه في أبعد من ذلك أصدقه أن الوحي يأتيه من السماء ويصعد مرة أخرى إيه الفرق يا شوفوا بساطة الدماغ سيدنا وبكر طب ما هو قصة الوحي أصعب فسمي من ذلك اليوم بالصديق قالوا طب إذا كنت روحت فعلا طب وصفننا المسجد الأقصى فالنبي كالناسي ما رحش الله مرة واحدة يقول فرفع الله لي المسجد الأقصى فوصفته لهم كأني أراه الآن قالوا طيب احكي لنا أي أمارة تانية فقال رأيت في الطريق قافلة تأتيكم وستتأخر يوم أو يومين علشان حصل في الطريق أنه سرق منهم أشياء فجاءت القافلة متأخر يوم ويومين لأنه سرق منهم أشياء قالوا هذا سحرك يا محمد خلصة الإسراء والنعرج خلصة الآية العظيمة هدف القصة كلها إيه؟ هدف الرحلة إيه؟ رموز كتيرة أوي 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 سواء الناس اللي شافهم النبي في السماء سواء أكل مال اليتيم أو 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 الزنا أو 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 كل الحاجات اللي النبي شافها رموز كتيرة أنتم مسؤولين عن الأرض المسجد الأقصى إلى آخر هذا الكلام رحلة الإسراء والنعرج كان هدفها تثبيت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أسأل الله تبارك تعالى أنه يكرمنا بهذا الكلام يعني ندعي ونختم الحلقة بكرة إن شاء الله حيكون بداية التمهيد للهجرة بكرة حيكون النبي بدأ يعرض نفسه على القبائل عايز يهاجر قرر الهجرة نشوف إلا هيحصل بكرة إن شاء الله يا ربي هذا الجلال والإحساس